السلام عليكم مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناة وصفا نيت كنتمينا فيديو اليوم يلقاكم وانتم في احسن حال اليوم ان شاء الله سنشارك معكم وجبة صيفية رائعة جدا للعشاء اولاء الغداء كنتمينا فعلا نجربوها كنحضروها بدون لوحم كجلديدة جدا مكوناتها بسيطة وموجودة في كل بيت نتمنى فيديو اليوم يلقا لإعجابكم ما تنسوش تشتركوا في القناة والضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ونتمنى انكم تجربوها ان شاء الله اليوم ومعليا إلا تخليكم مع الفيديو وتابعوه معي للآخر على بركتي الله اولا كنحتاج حبة واحدة من البصل لتكون من حجم كبير طبعا كنطفوها وكنقطعوها الى مربعات اللي كتكون صغيرة جدا في الحجم ومن بعد كنعملو واحد المقلات على النار تسخن يعني بما نقطعو البصل كتكون مقلات سخنت كنضيفو فيها الزيت سواء زيت المائدة او لزيت الزيتون وكنضيفو البصلة اولا اذيك الحبة ديال البصل اللي سبق لنا قطعنا ومن بعد طبعا غادي نضيفو عليها الملح وغادي نحركوها ونخليوها على النار نبقوها كنحركو فيها حتى كدبل وكيتغير اللون اديالها ومن بعد في هاد الاثناء كنمرو كنحتاجو حبة واحدة من الفلفل احمر وحبة واحدة من الفلفل اخضر كننضفوها جيدا وكنغسلوها من بعد نفس طريقة كنجيو وكنقطعوها الى شرائط رقيقة باش من بعد نقطعوها الى مربعات اللي كتكون صغيرة في الحجم يعني ما كيجوش جبينين نهائيا اولا ظهرين من بعد في الوجبة لاننا كنقطعوهم هاكا صغارين ومن بعد بعد ما تغير اللون ديال البصلة كنضيفو لها هاد الفلفل ومن بعد غادي نحركو وكنخليوهم مع بعضهم حتى كيدبلو بشكل تام وكيتغير اللون ديالهم وفي هاد الاثناء كنحتاجو ثلاثة حبات من الطماطم من حجم صغير الى كانت يعني حبات اولا حجم كبير رامو ممكن تكتافي وغير بوحيدة كننضفوها بعد ما قسمناها نزولو لها القشرة وإلا قسمتوها ولا حطوا البوضور لون ديالها اخضر فازولوهم الى كان لون ديالهم يعني عادي فاخليوهم كنقطعوهم كذلك ونفشي الى مربعات صغيرة وهنايا كان رجعو المقلات ديالنا وغطيتها بوحد الغيطة باش ينجو بسرعة ومن بعد غادي نضيفو لهم طماطم ما كنضيفوها حتى ذاك البسلة واذاك الفلفل كيكونوا نضجو بشكل تام كنحركو كذلك كنحركوها جيدا وكنغطيوه بنفس شي بهذاك الغيطة وكنخليو حتى تنضج كذلك طماطم ومن حيلي اخر كنحركوها فهد الاثناء كنحتاجو البطاطس اللي كننضفوها جيدا يعني كنزولو لها القشور ديالها بعد ما غسلناها ومن بعد غادي نبدو نفس طريقة غادي نستمر هنا يعملت حباتين من حجم توسط الى كانت بطاطس داك الحجم اللي كيكون كبير جدا ممكن تعملو غير حبة واحدة وطبعا الكيميا لحسب الافراد دي العائلة كنجيو كنقطعوها هكا الى شرائط طويلة ومن بعد كنقطعوها كذلك الى مربعات صغيرة في الحجم شوفوا معي الحجم قداش بنفس طريقة غادي نقطع الحبتين دي البطاطس اللي متوفرها عندي والان كنجيبو واحد كمية من معجون طماطم ثوم كتجي رائعة وكتعطي واحد يعني واحد النكهة مميزة في هاد السلسة من بعد غادي نجيو كم ماشتوا معايا غادي نعمل هنا يا نعمل نصف ديالها غادي نفتحها غادي نعمل نصف ديالها وغادي نخلط طماطم مع الماء قلت لكم نسيت ما ذكرتش الماء كنعمل كأس صغير من الماء وكندوب فيها الطماطم لانا كانت في المجميد الى ما كانت في المجميد غادي عملوها هكا يعني مباشرة مع الماء كنجيو كنعملو ديك البطاطس اللي قتعنا كنضيفوهم مع الخليط ديالنا الاول وغادي نحركهم وغادي نغطيها ونخليها واحد شوية حتى كتقللنا مع هاد الفلفول تقريبا 11 دقايق ومن بعد كنجيو وكنعملو هكا هديك الطماطم بلدو وبناء في الماء وغادي نحركو وكنخليو هاد الوجبة ديالنا حتى كتنضوج لنا البطاطس كما شتورها البطاطس عملناها غير يعني بدون سلق كنخليوها تسلق في هاد الخليط ركا تجي الديدة جدا تسلق في هادك الطماطم وفي هادك الماء ديال السلسة فبتالي كتجي الديدة هنا يرى من حين لاخر كنحركو حتى كندخلوا واحد سكين في البطاطس وكنقاوها نجات من بعد غادي نحتاجو الاربع حبات من البيض من حجم توسط كنفتحوهم طبعا وغادي نضيفو لهم كمية من الملح قليلة وكمية من الفلفل اسود او الابزار فالوجبة كنكتافيو غير بالملح والابزار اي الفلفل اسود فقط ما كنعملوش توابين باش كتجينا لديدة افضل من التوابين من بعد كنجيو هنتو ما شفتو راختاف الماء تماما وهديك البطاطس رهات سلقات اي نجات كنجيو كنحاولو نقدوها وكنفرغو البيض هناي النار اللي كتكون خفيفة جدا وكنجيو كنبدو هكا بواسطة ملعقة كنحاولو اننا نديرو البيض فين كيدخل كي مشتو معايا على هالطريقة باش كيدخلينا البيض مع الخلطة دياننا ومن بعد غادي نغطيه بواحد الغيطاء ونخليوه على نارهم هيلة وخفيفة حتى كتنضج بعد ما كتنضج لينا هنتو مشتو معايا غادي نعمل هنايا كيميا من المعد نوس اي البقدونس في الوجه ديانا بغيتو تعملو حتى الكامو نعملوه ومن بعد كنجيبو جبن جبن او للموت زاريلا وكنعملوه في الوجه هنا يراها تفيت النار وغادي نغطيه ونخليوه الجبن يدوب الجبن راه كيدوب غير بفعل حرارة يعني الناره نطفينها هادي نرش كيمياه اخرى من البقدونس اي المعد نوس من بعد ما دابلينا الجبن غادي نوضعها في صحن التقديم ومن بعد غادي نفتح لكم هنا يشوفوا معايا كيفش كجيره كجير ديدة مكوناتها بسيطة هنتمنى فعلا انكم جربوها العاشاء اولاء الغداء وانتمنى انها تنال اعجابكم كما قلت لكم بغيتوا اضيفوا ليها الكامون يعني كانت اعجبكم اضيفوه مبغيتوش غا تكتافيوا بها غير بحال هاكا انتمنى دائما فيديو اليوم هنا اعجابكم انتمنى تبقاوا دائما اوفياء القناة ولا عندكم اي ملاحظة ولا اي انتقاد فمرحبا والف مرحبا معاليا الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه متنسوش تشتركوا الضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ومعاليا الا نضرب لكم موعد في وصفة اخرى جديدة ان شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة